إلى المغرب حيث تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أمس وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تمكنت من توقيف سبعة أشخاص في مدينة الجديدة يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية وطنية تنشط في مجال الاتجار التولي لمخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا وقد أوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن إجراءات تفتيش المنجزة في إطار هذه العملية النوعية أسفرت عن حجز شاحنة مسجلة بالمغرب محملة بثلاثين رزمة من مخدر الكوكايين العالي التركيز يناهز وزنها الإجمالي حوالي طن وأربع كيلوغرامات علاوة على زورقين مطاطيين وجهاز لتحديد المواقع بالإحداثيات جي بي اس ومحرك مائي وسيارتين رباعيتين الدفع إحداهما موصولة بمقتورة